موسيقى نبدأ تجوالنا القصير بين الصحف العربية لهذا اليوم مشاهدين من صحيفة الاتحاد الاماراتية التي نقرأ منها وسادة القطن تسبب التجعيد جاء في تفاصيل الخبر حذر خبراء العناية بالبشر النساء من النوم على غطاء وسادة من القطن لأنها يمكن أن تضيف سنوات إلى مظهرك من خلال التسبب في التجعيد ونصح الخبراء باستخدام وسادات ذات أخطية من الحرير وأكدوا أنها أفضل خيار للراحة والجمال لأنها تخفض الاحتكاك بالوجه كما تقلل التهيج والحساسية إلى صحيفة النهار اللبنانية التي اخترنا منها لكم آيفون جديد قريبا جدا تحطط شركة أبل العمناقة لإطلاق نسخة محدثة من آيفون SE أوائل العام المقبل وفن ما ذكره تقرير جديد من خدمة أخبار الاقتصاد الصينية CENS وأفدت تقرير أن أبل تستعد لإطلاق هاتفها الجديد في الربع الأول من العام 2018 مع العلم أن أول آيفون SE كان قد أطلق في شهر آذار مارس من العام الماضي ونطالع من صحيفة الوطن الزواج يحمي من الخرف قال بحثون في جامعة لندن كوليج البريطانية أمس إن نتائج مراجعة أجروها على 15 دراسة سابقة عن الخرف أكدت أن الزواج يقي من هذا المرض اتضمنت هذه الدراسة أكثر من 800 ألف شخص حول العالم وكشفت الدراسة أن الذين قضوا معظم حياتهم دون زواج معرضون للخرف بنسبة 42% أكثر من المتزوجين